هكذا يتفقد عمي لحبيب من بلدية ذوي ثابت وليت سعيدة مستثمرته الفلاحية بعد أن طال الجفاف محاصيله الزراعية للعدام البئر الارتوازية ما جعله يتوقف عن نشاطه هذا الزيتون هواوين كان يمدلناه في العام تقريب ثلاث قناطر في الصجرة ورعدنا ما بين الزيتون وما بين التفاح وما بين البيستاش واللوز تقريب خمسمائة ولا ستمائة صجرة كانت تجيب الخيرات والله العظيم يلغل انت على هذه الأرض اللي كانت تحدر لحت المستغالي وحت المعسكر واحت الوهر بالثروات اللي كانت تجيه ناية واليوم الحاسي راها نشف عمي لحبيب لم تعد بيده حيلة إلا طلب المساعدة من السلطات لإعطائه رخصة لحفر بئر ارتوازي من شأنه بعث الحياة في مستثمراته من جديد قدمنا الطالب با يعطونا رخصة رخصة انت على الحاسي ما اعطونا شراني في عامين معهم وانا يمقدم لهم ثلاثة انت على الميلة فرا ما عندهم محطوطين في الإدارة والو ما اليوم ما بيننا والو ليبقى أمل عمي لحبيب قائما على وعسى أن يعود لمزاولة عمله الفلاحي في أحسن الظروف